من اللي كنت مبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية أحد الأمريكيو في الشارع كان دايس ووقفته صدفة وسولته طريقة عشوائية وخامة زال ما كان عاربش نتكلم باللغة الإنجليزية ولكن الحمد لله فهمني واحد الأشخاص هو اللي جزي بخير ترجم لي شنو قلية وغرافيت ذكر بعض الخطوات اللي فريمو مني تبعتهم خطوة بخطوة طورت المهارات التحدث لدي وليس كنقدر نهضر مع أي واحد بلا ما نفكر من العربية ونترجم اللغة الإنجليزية وكتأخذ لي وقت حيث ما يمكنش أنت كنت تهضر مع واحد الأمريكي ولا واحد البريطاني ولا أي متحدث باللغة الإنجليزية وتبقى تفكر مدة طويلة باش تجاوبه باش تعطيه جواب للسؤال لياله وتبقى ترجم من العربية اللغة الإنجليزية ودائما غدي تطح في الغالط إلا ترجمتي من العربية الإنجليزية دائما غدي تطح في الغالط اتوقعت بشي تديراته مع جوجل ترادكسيون غادي اتطاع في الغراط ويعطيك واحد الجملة اللي لا معنى لها خطوات تبعتهم بالحدافر ديالهم ما زقلت فيهم حتى شي حاجة وانت كذلك إلا بغتي تطور مارة التحدث لديك في اي مستمم المستويه ديال لغة عندك سواء حافظ ديكسيونير او اللي عدبادي إلا طبقتي هاد الخطوات اللي غادي نعطيك كن اكيد انك غادي تطور المستويه التحدث لديك لواحد درجة عالية وغا تولي تهضر بلا ما تفكر ولكن إلا طبقتيهم إلا ما طبقتيهم شركة تبقى راقد في المكان ديالك وعمرك غادي تزيد وتقول أنا ما كان عارفش ولكن إلا طبقتيهم وعطيتهم وقتهم واتخطتهم كنقطة أساسية كون اكيد مليون في المية انك غادي تولي تتكلم بطريقة عشوائية بلا ما تبقى تفكر بالعربية الإنجليزية وكذلك إلا كان عندك مشكين ما كتفهمش الأفلام الأمريكية وفي آخر الفيديو عندي لك واحد الخطة أو القاعدة بحراء تولي تقلل الفهم ديال الأفلام أو منك يتكلم معك شي أمريكي غا تولي كتفهمه بطريقة ساليسة ولكن تهي عبارة عن خطوات تحت تخدوم ووقت تحت تعطيه الربعات الخطوات التي ستحتاج لهم هما كالتالي كالتالي الناس اللي عاد مبتدئين في اللغة يعني ما زال ما عندهمش الـ background ما زال ما عندهمش الـ vocabulary و الجوش الأخيرين كنقسمهم للناس اللي ديجا عندهم واحدة الكمية هائلة من الكلمات يعني عندهم مشكل غير في التحدث يعني إذا كنت مبتدئ يعني عندك حافظ مزيان الكلمات عندك بزيف ديال الحوائج نقصك يتكلم قد يشيل الخطوات الخطوة رقم ثلاثة والخطوة رقم ربعة هما اللي سيساعدك ويطور من مهارة ديالك نبدأ الدرس ديالنا على بركتي الله حاولت ندلكم الدرس باللغة الإنجليزية بحراء تولفوا معي أنكم تسمعوا اللغة الإنجليزية لماذا؟ لأننا كنت تعلموا أصلاً هاد اللغة هذي دون خصنا نسمعوا بززاف الكلام باللغة الإنجليزية ولكن ما تخافوش غادي نشرح لكم بالعربية الخطوة الأولى وهي ومعناها أنك تبقى تفكر غير في كلمة وحدة في كلمات مختلفة ما تبقىش تفكر أنك كيف أجدير تبني جوم لا هذي إلا أنتك مبتادئ ما زال ما عندكش حاول تفكر غير في كلمات موحدة كلمة بكلمة كلمة بكلمة كلمة بكلمة 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 كلمة بكلمة بالعربية إلا هذه بكلمة 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 التي تنبغم عليها فعليًا ذ present وكلمة بكلمة 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 احجب بلغة إنجليزية وحاول تعقل عليها ودوونها في التليفون وفي شيء في شيء أجوند عندك وكل شيء حاجة ورقة تقديرها في جيبك وكتبقى تحفظك الكلمات كل نهار عشراء عشرين كلمة عشراء عشرين كلمة حتى تبازي راسك وفي اليوم تستمر بكتابة عن الأكتب الانجليزية عن كل ما ترى ورأي ورأي تحاول هذا التحديد ترى الوحيدة في الوحيدة و تتكلم عن كل الأكتب الانجليزية التي تستطيع سوف تتكلم عن أكتب الانجليزية إذا انظرتي هي هكا ليمنو الشمال سوف تتلقى راسك ما عارفش واحد عشرين ولا ثلاثين كلمة ولا ترجمتهم سوف تقولي عارف عشرين ولا ثلاثين كلمة هاي بوحديثك ماذا اسمية الباسدية ماذا اسمية الطابلة ماذا اسمية الكورسي ماذا نقول الرئيس العمل ماذا نقول صاحبي بالانجلي هكا ستتلقى راسك بديتي كتحفظ ديمة حاول تخلف دماغك الكلمات حاول تظهر بالانجليزية ولا تقولين العربية حاول تفهمهم بالانجليزية وتخلهم من الدماغك وترجمهم وتطلبهم وهكا ستقولي تفكر انجليزي ورق المهم ثلاثنا حيثت تبني جملة في النهار ديالك حاول اكتبني جملة لكن الخطوة الثانية هي تبني جملة طول نهار ذي لكي أتدري لغة الإنجليزية وعقل عليها كيف يجب علي أن نقول لغة الإنجليزية وعقل عليها ديما نقوم بالفكر إنجليزية نقول هكذا كيف نفعلها هكذا نهار على نهار ونهار على نهار ستبع وذلك يمكنك الوحيد أن أي جملة ترىها بلغة الإنجليزية لأنه يجب أن تشعر مثلاً عندما تكون في المنش أعتقد أنه يأكل ساندويش أبي يأكل صدا هذا الرائسطر ممتاز مثلاً في مكان السادق يشرب منادا صاحبي يشرب منادا كيف نقول بلغة الإنجليزية نقص في ريستور أجباتنا هذا الرائسطور كيف نقول بلغة الإنجليزية مثلاً أنا أعلم أن أكل صندويش كيف نقول بلغة الإنجليزية وهكاً ستطور رأسك مليون فلمية أنك ستبقى تقول الجمل باللغة الإنجليزية لذلك نستطيع أن تفرجك في التلفازة حاول تفكر في بعض الجمل وتوصف بهم ما يبدأ في التلفازة مثلاً ممتازة زوينة مثلاً باللغة الإنجليزية يوجد الكبير مثلاً الذي يقدم الإشارة عنده شعر كحل يتحدث عن الإداءة يتحدث عن الأخبار يتحدث عن السياسة وما إلى ذلك هكا جمال ستجمعهم بساطة وستترجمهم مرة على مرة ستفهم كيف تدير جملة بأسهل الطرق بعدما تطبق الخطوة الأولى والثانية سننزل الخطوة الثالثة ستفهم كيف تدير جميع الأخبار ستفهم كيف تدير جميع الأخبار لأسهل الطرق بعدما تتحدث عن السياسة تفهم كيف تدير جميع الأخبار كل شيء تترجمه باللغة الإنجليزية الآن التلفون جوجل تردكسيون حاولت هذا إن شاء الله سأخبركم كيف تدير جميع الأخبار لأنهم يساعدون كثيرا لأنك تسمع النطق جيد وكذلك تترجم الكلمة الصحيحة بالمعاني ديالها كامل سنقوم بتدير الفيديو وسأعطيكم تدير جميع الأخبار لمنحية السمع والنطق لمنحية الكتابات الكلمات والمراضيفات لا تدير كيف تدعم الفكرة الثالثة الخطوة الثالثة مثلا كيف تدير جميع الأخبار مثلا تخيل رأسك أنك في شيء بلد إنجليزي يتحدث تغير اللغة الإنجليزية سواء أمريكان أو البريطانية وخانت في المغرب ولكن تفكير ديالك الهدف من هذا أن نفكر أمريكاني أو بريطاني يعني كل شيء نترجمه في الدماغ ديري بلغة الإنجليزية مثلا مشيتي باش تشري تيكيت بغيتي تسافر مثلا لمراكش كيفش غادي تقولها الملقي شيء انت غيك تفكر يعني ماشي كاتتكلم انت غيك تفكر في الجملة كيفاش خصني نقولها هذه الخطوات اللي كانت غيك تفكر يعني وخا ما تغضرش موهي في الدهن ديالك دهن ديالك رأخدامك يترجم وخدامك يضرب اللغة الإنجلي مثلا وقفت عند الجيشة وبغتيت أخد تيكيت باش تسافر مثلا لمراكش غادي تقول له I would like a ticket to market please I would like a ticket to market please يعني خصني تيكيت باش نمشي لمراكش Could I have a lemonade please مثلا قاس في واحد القهوة وجاء عندك سيرفور وقال لك أشحب الخاطر أتقول له Could I have a lemonade please بغيت واحد المناظة من فضلك هكا ولكن تغيب دماغك تفكر وبهالطريقة هادي ستجمع واحد الباقاج اللي هو كتير من الكلمات وكذلك من الجمل لانتأسستيهم ديجا في دماغك أما الآن فغنمرو الخطوة رقم 4 وهي الخطوة الأخيرة إلا سبعت اللولة والثانية والثالثة هادي غادي جيك سهلة وغادي تزيد تعلمك وتزيد تطورك وغادي ترفعك الأعلى المستويات في التحدد وهي narrative English Telling a story or speaking in English for a long time هذه الخطوة هادي هي اللي غادي تبازي عليها ثلاثة الخطوات اللي فاتوا كيفاش؟ غادي تبغي مثلا تإماجيني واحد واحد اللي استواغه وقاعات لك مثلا شي نهار ولا شي حاجة حاول تقولها باللغة الإنجليزية اللي يجعل يكون فيها مية تسطر انت غادي تقلسي إما تكتبها إما تترجمة في دماغك دروري غادي تجد صعوبات في الكلمات ما عارفتي هون غادي تترجمهم باش تكتب واحد القيصة من بعد مني غادي تكتبها غادي تتعرف بزيف الكلمة تقدر تقولها غادي تقولها وخا غايف دماغك مثلا أنا قلس مع صاحبي كيفاش نبقى نعود لك لقيصة اللغة الإنجليزية غايف دماغك حنا دبا ما كان هدروش غايف دماغ ديالك نتا الدماغ ديالك واللي يتحدث مع نفسك كتبقى قلس كيفاش نقول له هادي كيفاش نقول له هادي كيفاش نقول له هادي كيفاش نقول له هادي غادي تقلب عليهم وغادي تربط في الدهن ديالك ولا في شيد فيسر احداك وتحاول تبقى تقراهم ومني تكون قاس في الدار حاول تقبط تصيله وورقة وحاط موضوع حداك وحاول تكتب عليه حاول تكتب عليه ومني تكتب ضروري غادي تلقى الاغلاق ضروري ولكن ما كيهمش كيهم هي المبادرة الاولى اللي غادي تتقدها باش تتقن اللغة الإنجليزية وغادي تحطى احداك وغادي تقفط تليفون ديالك وغادي تدير اللغة تتخير وغادي تبقى تقرأ بصوت مرتافع وغادي تبقى تقرأ 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 وترجع وتسمع النطق ديالك كيفاش كي يدير وامامطان غادي تبشي لجوجل ترادكسيون تدير الكلمة وتسمع النطق كيفاش داير وتبقى عاقل عليها وهكا غادي تطور المهارة ديال تحدد ديالك مليون في المياه كمدرة انايا وصلتني الوحدة النتيجة اللي هي زوينة وحاول تبقى تسمع اللغة الإنجليزية اكثر ما يمكن تدير البي بي سي ديال البريطانية ولا ديال امريكان وحاول تبقى تسمعها المعنى من هات الشهادة كامل هو انك تبقى تسمع اللغة الإنجليزية كيفاش كتتحدث باش اللسان ديالك العربي يتحول الى لسان إنجليزي وتوليك تنتقم زيال الكلمات بالشكل الصحيح سوف نشرح لكم لماذا تفهموا الأفلام الأمريكية ولا البريطانية ولا الأفلام اللغة الإنجليزية والأمريكية ما عليناش راخص كتعرف بأن الأفلام يتحولوا بجوجة الحوايج لذي أمريكان يتحولوا بجوجة الحوايج ويتباثوا عليهم ولم يتحولوا بأفعال التقليدية وقاليم تسمعهم أمريكيون يتحولوا ب الاذيام والفريزل فربي وما عبارة عن مجموعة من التعبير يوضفوهم باش يتكلموا بهم وكذلك الفريزل فربي هو ما عبارة عن أفعال يضيف لهم الـ preposition باش يعطي معنى آخر إذا بغيتنا نحط لكم هات الاذيام والفريزل فربي ما عليكم إلا توصلوا هذا الفيديو هذا الميتين لايك وغادي نبدأ معاكم كل فربي أنقفته وغا ندروله باش تستعملوا هتا هو وتطولوا المهارد السمعية كذلك وكذلك نعطيكم الكثير من الاذيام باش توليوا تفهموا الامريكيون كذلك إلا وصلتوا هات الفيديو الميتين لايك كنوا أكيدا أننا نحط لكم كل نهار فيديو كيتحدث على الاذيام والفريزل فربي باش تتقنوا اللغة الامريكية أو اللهجة الامريكية نشوفكم في درس جديد لا تنسوش لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش تصلوا بكل جديد إن شاء الله نطوروا جميع في هذه اللغة الجميلة شاء الله أفرسكم وبسلامة شكرا